موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نوصل الاستماع إلى شهادة الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي سيد الرئيس مرحبا بك مصطفى بن جعفر دعا في 30 أكتوبر لاختيار مرشح واحد للرئاسة لماذا لم تتكتلوا ضد الباجي ودخلتم أيضا كلكم لانتخابات المجتمع اتفقنا منذ البداية على أنه يصير فيه أنا مع ناجيب الشابي ومصطفى بن جعفر اتفقنا على أنه يصير فيه في الدور الأول كل واحد يذهب إلى الصراع وفي الدور الثاني من يخرج في الدور الثاني فإنه هو الذي يقع معاضطته وأنا أقول لك للأسف الشديد أنني دخلت إلى الدور الثاني وهؤلاء الناس لم يعاضدوني تكنت على ثقة أنك ستكون أنت المنافس الرئيسي للباجي؟ كان واضح يعني كان واضح لكن مش هذا فقط أنا الشيء الأساسي بالنسبة لي هو أنه كنت واثق أنني الوحيد القادر على الدفاع عن أهداف الثورة كنت الوحيد اللي أولا درت البلد كلها أنا في تلس سنوات اتصالي بالشعب لم يقطع لحظة لما أبقى في قصر قرتاش إلا لضروريات الحكم يعني درت البلد وزرت وشفت واستقبلت الناس وكنت حاسب نبض الشارع نبض الشارع أنه هذه الثورة في خطر لابد أنا أتصدى لكل هذه العمليات حتى أنقذ ما يمكن إنقاذه يعني هذه إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت اللي كان كل مرشح الرئاسة ينتظرون موقف حركة النهضة من ستدعم كمال بن رمضان عضو مجلس الشورى في حركة النهضة خرج بتصريحات نشرتها الجزيرة نت في 6 نوفمبر 2014 أعلن أن الحركة ستدعم الرئيس الحالي المنصف المرزوقي وهذا اتجاه السائد داخل مجلس الشورى بعدها بيومين فقط خرج رئيس مجلس الشورى النهضة فتح العيادي وقال في 8 نوفمبر وقال إن الحركة ستترك لأنصارها اختيار الشخصية المناسبة لقيادة المرحلة أنت كيف قرأت هذا؟ هم كانوا يقولون لي كلام لأنهم جاءوني أكثر مرة يقولون لي كلام نحن ولا نريد أن نحرجها كالك في الواقع أنت مرشح هذا كان ما يقال شوف ما كانوا يقولونها الأطراف الأخرى لا أدري لكن الشيء اللي أنا كنت عندي فيه ثقة تامة هو أن شعب النهضة هم لا يحبون استعمال هذه الكلمة أي الناس التي دم صوتهم كمهور النهضة مؤيد النهضة وعمصارها أنني كنت على ثقة أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الناس يتعاطفون معي يعرفون ماذا فعلته من أجل هذه البلاد من أجل هذا كانت عندي ثقة مطلقة فيها طبعا الفوق هؤلاء السياسيين أنت فيهم ناس كانوا ضدي أنت تلاحظ هنا أن مجلس الشورى ترى أنه كان فيه خلاف داخلي طبعا كان فيه خلاف والخلاف كان تأتيني بعض الأزلاق يعني كان فيه ناس كانوا ضدي ألف المئة يعني ربما كانوا أكثر عداوة لي من الحزاب الأخرى ولكن كان هناك فيه ناس يعني بالعكس يعني كانوا أصدقاء ولازالوا إلى حد اليوم كلما اقترب موعد الانتخابات كانت تراشق بين المرشحين حدا للغاية أنا مش عايز أجيب العبارات اللي أنت استخدمتها أول للباجي استخدمها ضدك لكن كانت تصل إلى مرحلة السباب والشتائم والكلمات النابية وصول المعركة الانتخابية إلى هذا الحد كان تفسيرك لها إيه؟ يعني معركة حياة أو موت بالنسبة للنظام القديم لابد أن إزاحة هذا الشخص لأنه كانوا يعلمون أنه لو بقيت في الرئاسة الأمور يعني لن تكون كما يريدون وأنا كنت وعي أن هؤلاء الناس هم يعني كل ما حربته طيلة حياتي وكل ما حربه والدي طيلة حياتي أنا بالنسبة لي هؤلاء الناس هم عنوان الفساد عنوان الإفساد عنوان الدولة الاستبدادية عنوان الطبقية عنوان الجهوية عنوان الخراب التعليم وبالتالي كان بالنسبة لي مهمة مقدسة أنه هذه تونس تتخطى هذه العقبة وتبني دولة مختلفة تماما يعني كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة لي بالنسبة للبلاد بالنسبة لتونس. هل ستستطيع تخطي هؤلاء الناس الذين شكلوا حاجزا ضد مسارها الطبيعية منذ 60 سنة؟ هل سنستطيع أن نبني حقيقة دولة لا مركزية؟ دولة في خدمة الجميع؟ دولة متخلصة من الفساد؟ أم أننا سنبقى دائما وبدان تحت سطوة هؤلاء الناس؟ صحيح أنصار تونس حاولي يمنعك من التصويت وتهجموا عليك حينما ذهبت للتصويت في الجولة الأولى؟ طبعا طبعا رغم موجود 27 مرشح لكن كان كأن الصراع على الانتخابات كان بينك وبين الباجي قائز السبسي طبعا لأنه كان حامل المعارضة والثورة المضادة وأنا كانت كل الناس تعرف أنني كنت حامل لواء الثورة في 25 نوفمبر أعلنت نتائج الجولة الأولى حصل السبسي على 39% وأنت على 33% نعم وبالتالي أصبحت الإعادة ستكون بينكما هم كانوا ينتظروا الفوز من الدورة الأول كانوا واثقين أنه يعني هو سأمسح وبالتالي كانت صدمة كبرى لهم السبسي وصف من انتخبوك بأنهم إسلاميون متشددون وسلفيون جهاديون هذا أصار غضب عليه كبير في تونس لكن كانت المعركة على أشدها أنت في 28 نوفمبر أجريت حوار لقناة الجزيرة وقلت أن هناك مؤامرة مؤاملة الدولة العميقة والحرب الطحنة بينها وبين الثورة طبعا طبعا هل في ذلك شك واختلاف دولة؟ كيف كانت شرسة المعركة؟ شرسة المعركة أولا في شرسة الإعلام أنت لا تتصور الحقارة التي وصلت بهذا الإعلام يعني صوروني كمجنون كالسكير كعربيت يعني لم أكن أتصور في خيالي أن يمكن أن يصل الشيء إلى هذا المستوى أيضا أنه كانت تصني معلومات من الأرياف أنهم عادوا إلى تقنيات الحزب الحاكم القديم هم عادوا كل الخلايا النائمة لذلك الحزب القديم وذلك الحزب القديم كان حزب مخابرات كان متفرع موجود في الأرياف وكانوا يستطيعون الضغط على الناس أنا تذكر بنا الحملة الانتخابية في منطقة ريفية جاءوني المتساكنين وقالوا يا سيد الرئيس رام هذوم الناس يهددوننا إذا انتخبناك فإنهم سيقطعون عنا الماء سيقطعون عنا الماء يعني استعملوا كل وسائل الضغط وهو وسائل الخداع وهو وسائل الكذب للفوز بأن أجد تقريبا قرابة نصف المنتخبين وقفوا ضد تلك الحملات الإعلامية وكذا فهو بالنسبة لي أنت ليه طعنت في نتائج الجولة لماذا طعنت في نتائج الجولة الأولى في الانتخاب صارت فيه هي طعونة عادة لأنه تصير فيه إشكاليات متعدة بسيطة لكن الأمر مش هذا الأمر هو فيما بعد يعني لما طلعت النتائج واتضح أنه بالنسبة لي حجم أنه في التزيف وقع في كثير من المناطق المالي الفاسد تدخل وكذا وأنا ذاك القضية كانت هل سأعتلف بهذه الانتخابات أم لا مش قضية تعود الموضوع الذي طرح علي بحد ليلة يعني عشية الانتخابات هو هل سأعتلف بها أم لا حدد 21 ديسمبر موعد للجولة الثانية بسبب الطعن الذي قدمته في 10 ديسمبر وجهت اتهاما لبعض الدول بدعم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية واتأكدت على أن المعركة الرئاسية أصبحت معركة أطراف خارجية أيضا وليس معركة شعبت ونفس دائما نفس غرفة العمليات نفس التمويل نفس التدخل لم يتغير شيء 12 ديسمبر أنت وجهت الدعوة للسبسي لمناظرة تلفزيونية نعم ما هي عناصر المناظرة هذه عناصر برنامجه لأنه لما أتولي بالبرنامج قلت هذا الرجل يدجل على الشعب التونسي لأنه كانت أشياء من نوع أنا لسأبني لكم سلة من تصلنا إليه القمر في ظرف أسبوع يعني كانت سريالية أنا كنت أعرف الملفات بحكم أنني كنت مطلعة وأقرأ الملفات إلى الرابعة صباحا إلى درجة أنني أكدت أصيبه بالعمى كنت أدرس كل الملفات ملفات الخارجية ملفات الاقتصاد ملفات كذا كنت أتصل بكل الأطراف كنت أحسن من يعرف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والخارجي والدولي للبلد فعندما أقرأ هذا الشخص يعني يعيد الناس بأشياء بأكاذيب يعني كانت بالنسبة لي عملية تتجيل غير مقبولة ولهذا قلت هذا الرجل في المناظر سأسلخه سلخا وهو بطبيعة الحال كان يعرف أنه برنامج وهذا جملة من الأكاذيب وكان يعرف أنني أفصحه منه وأشد ورباط تجائش منه لا هو دهية أيضا لا دهية لكن في آخر المطاف دهية لما يكون في وضع سهل بسيط لكن لما يواجه بشخص بالأرقام كذا كنت أعتقد أنه لا أنت لا تستطيع أن تقرأ ماذا كان سيفعل لأنه كان ممكن أيضا سيكون له دهائه لو كان واثقا من دهائه كما تقول لو كانت له ملفات ضد لجاء لماذا تنصل من المناظر؟ لأنه ربما كان يعرف أن دهائه لن يصمد أمام قوة البرهين والحجج الأحزاب اليسرية دعت للوقوف ضدك واعتبرتك مرشح النهضة رغم إعلان النهضة أنها ليست معك هذه قصة مؤلمة جدا لأنني أنا تميت في صغاري وشبابي إلى اليسار لكن اليسار في تونس كنت أتمنى هو في كل بلد العالم فيه تياران التيار الإيديولوجي والتيار الاجتماعي هم عندهم جماهير عندهم شعر لا ما عندهم جماهير طيب لا تأس على شيء لا لا أنا يعني محمى الهمامي هذا الذي كان هو الذي دعا إلى قطع الطريق علي هذا رجل دعمته في كل ظروف حياته هذا رجل أنا كنت أذهب إلى السجل مع زوجته راضي النصراوي وقلنا نحمل لها الأكل هذا رجل استقبلته في بيتي هذا رجل عملته يعني كأخ هذا رجل كان يرفض المجيء إلى القصر ولكنني كنت أستقبله خفية قال لي من حبيل جيل القصر القطل مش مشكلة تعال فكان يأتي خفية إلى القصر يأخذ معي فطور الصباح كانت تجمعنا صلاة والصلاة فإذا به أكتشفوا أن هذا الرجل يعني يفضل أن يصوت لرجل عذبه ولرجل يمثل المال الفاسد ولرجل يمثل الصور المضاد أنت تفسير أكدل إيه؟ تفسيري أنه مش هو الوحده هو والنهضة أيضا لا لا أعتقد أنه فيه في عوامل شخصية أنه بالنسبة لهم هم الذي كانوا عليهم أن يكونوا أبطال الضحظة على كل حالة تصرفات ليس لها علاقة بالفكر السياسي يجب أن تدخل العوامل الشخصية الجولة الثانية من الانتخابات عقدت في 21 ديسمبر أعلنت الهيئة العليا في 22 ديسمبر فوز الباجي قايد السبسيب الرئاسة بنسبة 65-68% وإنت حصلت على 44-32 كيف استقبلت النتائج؟ أولا استقبلت النسبة اللي حصلت عليها مش بسيطة بالعكس أنا اعتبرت أنه هذا كنصر واعتبرت مليون وربعمية؟ مليون وربعمية مليون وربعمية شخص هؤلاء مليون وربعمية شخص والباجي مليون وسبعمية بلا مال بلا مال تقريبا بلا مال بلا إعلام فقط بحماس الجماهير أنا لولا هؤلاء المتطوعون بعشرة الألاف لما كنت أستطيع أن أفعل شيئا لأنه لم يكن لدي لا مال ولا إعلام هؤلاء الناس هم الذين خرجوا وهم الذين قاموا بحملة انتخابية أنا فخور وفخور وفخور إلى يوم القيامة بأنني جمعت كل هؤلاء الناس الذين قاموا بحملة انتخابية لأن كانوا معter أنهم يقومون بحملة انتخابية لهم هم يعني كانوا هم الذين يدخلون قصر قرطاش عبر أنا وده لعلك لما خرجت قصر قرطاش وجدتهم يحتفدون بي في الباب يعني رغم القصف الإعلامي ورغم الأموال الرهيبة ورغم 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 وجدت مليون وربعمائة ألف تونسي الذين قبلوا بأن يناصروني وأن يدفعوا من جيوبهم وليس أن يتلقوا في الأموال فيما يخص المليون وسبعمائة الآخرين أنا لا ألومهم أبدا لأن الكثير منهم تعرضوا إلى عملية غسل الدماغ غير مسبوقة الكثير منهم استغلوا فقرهم أهانوهم وأذلوهم بالمال الفاسد وأنا سأسعى وسأبقى دائما وأبدا في خدمة من صوتوا معي ومن صوتوا ضدي وهؤلاء أنا سأذهب إليهم في كل يوم وفي كل مرحلة ليقول لهم استعيدوا كرمتكم استعيدوا شرفكم لا تتركوا المال الفاسد والإعلام الفاسد يعني يفسدونكم ويجعلون منكم مجرد رعايا رعاع يسخرون منكم يأخذون منكم ما يريدون ثم يتركونكم كما فعلوا الآن الآن الناس كلها الكثير ندموا على الكثير منهم ندموا والله كم من شخص يقول لي هذا الصبع اللي صوت به الباجر باش نقصه لا نقول له ما تقصوا الثورة والديمقراطية بحاجة إليك في يوم من الأيام هل تعتقد أن شعب النهضة الذي خطبته مباشرة متجاوزا قيادته استجاب لك وصوت كثير منهم لك؟ طبعا 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 لا تقول لي شعب النهضة الذي تجاوزته أنا لم أتجاوز شعب النهضة تجاوزت قيادته تجاوزت قيادته طبعا والكثير منهم في عدم طاعة واضحة للقياداتهم يعني جزء منهم أطاعوا القيادة وصوتوا للباجر لكن الجزء الأكبر صوتوا لي وأنا فخور بهذا وأشكرهم وأعتبروا أنهم كانوا من الحاضنة الشعبية الكبرى تألمت حينما أعلن صهر الشيخ راشد أن الشيخ راشد صوت للباجر طبعا طبعا تألمت وأعتبرت أنه شيء غير مفهوم لأنه رغم كل الرهصات كل كذا نحن نظن مع بعض كتفا جنبا إلى جنب لكن هي الإكرهات السياسة يقول لك أنه إحنا ضرورة المحافظة على الوطن وضرورة المحافظة على كذا وضرورة المحافظة كأنني أنا أراهن ضد الوطن أو أراهن ضد النهضة وهذا التاريخ سيفصل بيننا هل هذا الخيار الذي خذتوه على أساس أنه ضمان النهضة وضمان تونس هو في التحالف مع هؤلاء الفسدين المفسدين الذين أدوا بناء إلى الهاوية الذين أدوا بناء إلى الثورة الذين يواصلون الفساد والأفساد هل هذا هو من سينقذ النهضة ومن سينقذ تونس أنا أقول لا والتاريخ بيننا ليثبت من كان على حق ومن كان على خطأ لو طلبت منك أن تقيم بشفافية سنوات حكمك الثلاث بسلبياتها وإيجابياتها أنت الذي تقيم ما هي أهم السلبيات التي وقعت فيها أهم السلبيات التي وقعت فيها هو عدم تقدير قدرة الإعلام الفاسد على عقول الناس تأثيره على العقول كنت تصرف كشخص وكحقوقي وليس كرجل مطالب بالنتيجة السياسية كشخص مشكلتي هو أني عندي ثقة واعتداد في نفسي وبالتالي تستطيع أن تسبني وأن تشتمني إلى الصباح كان دائما بدأت نقول النسر لا يصطاد الذباب ما يهمش ماشي وأنت لست رئيسا ماشي ثم قضية الحقوقي أنا كنت مقيد بإيماني بأن حريط الرأي وحريط التعبير وحريط التنظم فيها سلبيات وفيها إيجابيات يجب أن تترك كذا وكذا وكذا لكن ما لم أنتبه إليه هو أنه للأسف الشديد عندك جزء من شعبنا الذي هو يستطيع أن يصدق الأكاذيب ويستطيع الإشعاعات استلعوا علي في آخر لحظة إشعاع مضحكة هو أنني أكل بالمليارات من السمك وثيقة مزيفة وثيقة مزيفة يعني جابوها عرضوها في تلفزيون في أحدى تلفزيون أنا طلعوا لي وثيقة أن أنا كنت رئيس عصابة في الجامعة وبسرق بيوت طيب طلعوا وثيقة اللي هي وثيقة سمك يعني فاتورة سمك لسنة رجعها لشهر ثم قالوا المرزوق يأكل في شهر والله أقسم برب العزة أنا لا أأكل هذا سمك الفاخر أنا ابن طبقة فقيرة لا أتعش في الليل زاهد في الأكل زاهد في كذا والشعب هو اللي كان يأكل ولكن عندك جزء مئات مئتين ألف تثمئة ألف ربما صوتوا ضدي لهذه القضية إذن الخطأ السياسي الباهض هو أنه فعلا كان من المفروض أنه أنا أفهم أنه عندنا شعب لابد أن تحميه من العصابات الإعلامية لأنا خليدي أحكي لك عن الإنجازات تسمح أن أحكي عن الإنجازات؟ ما هو السلبية خلصت؟ خلصت السلبية أنا بقف دايما عن دستيات والحسنان دي بتجوازها أنا فخري هو أنني أمضيت الدستور أمهرت الدستور أنا بالنسبة لي هذا أكبر فخ فخري أنني سلحت الجيش كان جيشاً عديد سلحت الجيش وأعدت له وكذا فخري أنني حافظت على هيبة الدولة خلافة لما يقولون أنني لما كنت أذهب إلى الخارج كانت الناس تقف وتسقف دقائق ودقائق ومثلت تونس ورفعت رأسها في كل مكان فخري أنني دفعت على الشعب السوري ودفعت على الشعب الفلسطيني ودفعت على كل القضايانة فخري هو أنه خرجت آلاف من الناس آلاف المؤلفة بصرخة تجي لك بلا فلوس ولما خرجت من القصر خرجت حياً مرفوعاً رأس واستقبلني الناس بالأحضان وبالورود أنا أعتبر أنه الحمد لله الحمد لله الحمد لله نجحت في مهمتي وسيذكر التاريخ وذلك هل تعتقد الآن في ظل الاستقطاب الموجود بين النهضة والنداء أن القوة السياسية التي خرجت من معادلة الانتخابات الماضية يمكن أن تعودها في الانتخابات القادمة ستعود لانتخاب المقبل الآن إفلاس تام إفلاس تام لأولاً لمنظومة النداء الذي تشضى أصبح اليوم ثلاث نداءات دخول عصابات سياسية على الخط دخول شركات سياسية على الخط كل هذه العصابات العصابات والمؤسسات السياسية والشقوق النهضة شقوق النداء والنهضة التي دخلت في هذه الشقوق تتحالف معهم وهي لا تعلم أن كلهم يستعدون لذبحها من الخلف كل هذه المنظومة بسدد الانهيار البدائل بدأت تظهر البدائل هي تلك القوى الديمقراطية المؤمنة بقيم الثورة المعتدلة المزالة على الاعتدال لمثلها الحراك حزبي لمثلها التيار لمثلها أخوتنا مع مصطفى بن شعفة ونحن الآن نجتمع ونحاول أن نبلور هذا يعني فعلا ستصنعوا الآن تيار وسط الطول نعم قاعد يتشكل ونحن نشتغل ببطء نترك هذا الفلاس التام الفلاس تام من الفلاس أخلاقي اقتصادي سياسي اتضاع حجم الأكاذيب اتجاه حجم الخديعة الخارج أيضا بدأ يفهم أن هؤلاء الناس خلافا لما يقال ليسوا هم من يغمون للاستقرار بحيث الأمور ما شئ لنا المشكلة هو أنني لست على ثقة أنه انتخابات 2019 ستكون انتخابات حرة ونزهة لأنني يعتقد أن هؤلاء الفاسدين والمفسدون يعلمون أنهم إذا ذاقتوا لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث وبالتالي المعركة المقبلة المعركة ستكون معركة من أجل الديمقراطية 2019 2019 ستكون معركة من أجل الديمقراطية معركة من أجل حرب ضد الفساد معركة من أجل إعادة توزيع الأوراق السياسية وعلى كل حال تاريخ تونس مازال متواصلا رغم أن كثيرين يرونك مناضلا حقوقيا وسياسيا أفضل من رئيس لكن هل تفكر أيضا في أن ترشح نفسك لانتخابات 2019 هذا قرار مرة أخرى أولا هو ليس قرار فردي وإنما قرار جماعي ثانيا لكل حدث حديث أنا لا أعرف هل سنصل لـ 2019 أنا لا أعرف كيف ستكون ظروف الانتخابات هل ستوفر فيها شروط النزاهة وهو ما أشق فيه كثيرا من الآن إلى خلية حيث هذه مسألة مرتبطة بكثير من الأشياء لكن أنا أحب أن أقول لك شيء هو أنه أنا أسست حزب حزب الحراك وهذا الحراك منذ البداية قلنا هذا الحزب ليس مجعولا لربح الانتخابات مش قلت ربح الانتخابات هي ربح المعركة المجتمعية اللي هي تحرر الشعب التونسي من كل هذه الموبقات التي انزلق فيها وبالتالي يوفر حزب على خمسين سنة ووضعنا مشروع برنامج أنه إحنا عمنا برنامج سنة خمس سنوات وخمسين سنة برنامج سنة هو إعداد هذا الحزب لكل المعارك خمس سنوات هو إعداد برنامجنا الاقتصادي والانتخابي لأخره لكن البرنامج خمسين سنة هي المعركة الثقافية التوعوية التي يجب أن تجمعنا في وقت من الأوقات بشعوب عربية تحررت وأنا ذاك يمكن لهذه الشعوب العربية المتحررة من كل مكان من هذه الأنظمة الفاسدة المفسدة أن تجتمع وأخيرا أن تحقق حلم الاتحاد الشعوب العربية الحرة الذي أنا وضعته كثير من أفكاره وقواعده يعني أنا منغمس في حركة تاريخية ستتجاوزني مهمتي هي إيصال الجيل الذي ما بعده هو جيل ورائه إيصالهم تسليمهم من مشعل وواصلوا العملية لأنه إخراج هذا الشعب وخرج هذه الأمة من ما تورطت فيه مثلا ستدوم عقود وعقود والثورة منعطف في بدايتها خسرنا الجولة الأولى الجولة الثانية ستكون صعبة الجولة الثالثة سنربحها بعد ستأتي جولات أخرى مصعب من دخلنا إلى خره لكن هذه هي سنة البشرية أنت دورك على كل حال أنا دوري هذا هو أن أكون ناقل من جيل إلى جيل من معركة إلى معركة وأنا أقوم بدوري في هذه العملية لا أكثر من هذا ولا أقل كيف تنظر لمستقبل الثورة التونسية في نهاية هذه الشهادة الثورة التونسية انطلقت أنا دائما نقول أنه مثل البركان البركان انفجر عندما وصل الضغط إلى مرحلة غير متحملة البركان هذا أفرق شحنته وصار فيه تدمير وكذا كان من المفروض أنه لا يعاد شحن البركان حتى لا ينفجر اليوم عودة النظام القديم تشحن هذا البركان بنفس الأشياء الإعلام الفاسد الفساد الأخلاقي الانهيار القيم لا كفاءة الشخصانية النرجسية عودة قصة الوراثة هذا الباجي قاية السبسي لم يخجل من نفسه أنه وضع على ابنه وعلى رأس حزب ينتظروا منه بطبع الحال أن يكون وريثا ونحن قمنا بالثورة أساسا ضد توريث شمال مبارك والدل قذافي وكذا يعني ما يدل على أن عقلية هذه الناس لا تتغير هذا كله سيعيد شحن البركان في ظل غياب الإزمة الاقتصادية وهذا البركان سينفجر من جديد بين قوسين هذا ما سيقع في كل البلدان العربي أين لا تقع الإصلاحات ستنفجر الأمور أنا قرأت التقرير الأخير الذي خرج حول المنظمة الأمم المتحدة للتنمية فهو شيء مرعب قرابة 400 مليون عربي عندنا 100 مليون شاب 30 مليون بطال الآفاق مزدودة في كل مكان بحيث هذه البراكين العربية ستنفجر وستنفجر وتنفجر كيف يمكن أن نتفاجأ أن تفادى أن هذه البراكين تؤدي إلى خراب هذه الأمة هذا هو الشيء المطروح أنا عندي قناعة أن هذه البرجوازيات التي لم تفهم شيء التي تحاربنا بالإعلام الفاسد والتي لم تقبل أي درس ستقود هي نفسها إلى ظهور ثورات جديدة وهذه الثورات كل ما أتمنى أن تبقى محافظة على نسق الذي وضعناه نحن منظر هذه الثورات أنه صحيح يجب البرا الجاية أن يكون هناك حزم في معاملة هؤلاء الناس لكن يجب أن تبقى هذه الثورات إن أمكن ثورات سلمية وديمقراطية لكن لست متأكدا من هذا ممكن لكن الشيء الثابت هو أنه الزلازل والبراكين العربية هي في بدايتها وليست في نهايتها وأن ما يتحمل المسؤولية هم هؤلاء الناس الذي لم يفهموا درس الثورة الأولى يعني إحنا جبناهم الدرس الذي أعطيناه أنه إحنا نريدها ثورة سلمية وديمقراطية وعدالة انتقالية ولا نريد الانتقام خلي هذه الأمور خلي هذه الشعوب تتقدم رفضوا كل هذا وقال لك لا نغلق القوس ونعودوا كما قلنا وأنتم شدخلكم في السلطة أنتم رعاء وسوقا وجماعة الجمال وكذا إحنا السلطة في دمنا وفي كذا وهم يتحملون مسؤولية ماذا سيقع لهذا الشعب وليهذه الأمة سيادة الرئيس شكرا جزيلا لك باركة الله فيك كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم حتى ألقاكم في حلقة قادمة مع شاهد جديد على العصر هذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر